تعالي يزيزو شو في البيت هذا اقصد الفندق والله انه فندق احلامك زي بيت باربي والله ان شاء الله يكون زي اللي في الصور بس يلا خلينا ندخل ووريك والله اني متحمس اني ووريك الله يا ماما ايش هذا الفندق الاصطوري والله انه الفندق مرة فخم جنن يا متل حق اني بسرعة تعالي خلينا نشوف اصلا انا تعبت من السفر هذا ودوخته مرة تعبت والله تعالي بسرعة خلينا رايح واو والله ماما من جد مرة رهيب لا 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 مرة خيال يا ماما الفندق باربي والله من جد فندق باربي هذا ماما يا الله كان جبتيني هو في عيد ميلادي يا ماما مو انتي لما تجد بتسوي العملية تقوم تجيبيني اقول بس احمد ربي كني جبتك ما خليتك زي ما زي اختك هيبت جدتك يلا تعالي بسرعة خلينا ووريك الغرفة كيف تشوف كيف المكان مرة حلو هذه غرفتك يزيزو انا غرفت فوق خلاصو نطال اريح شايف الغرفة مرة حلو جنن ولا في احلامك هذه غرفة ما تحصليها ايش رايك فيها؟ والله يا ماما من جد الغرفة صدق مرة تهبل ما اكذب عليك والله من جد ولا في احلامي ما حصل هذه الغرفة واو سرير ناعم وجميل يا سلام خلينا اجرب النوم فيه لا 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 يا ماما انا حسيني مرة حقدر اقوم اصلا من هذا السرير الفخم يا الله ارزقني مثله اقول قومي قومي بسرعة حتى ما استحميتي يلا قومي يا وصخة الحقيني فوق بسرعة تعالي شوفوا غرفتي كيف والله شي خراف في مرة واطلالة جنن الحقيني لا يا ماما والله هذا ظلم انا ابغى هذه الغرفة الغرفة مرة جنن يا الله ماما والله انا ابغى هذه الغرفة خلاص اشريك يا ماما انتشارك في الغرفة انا وياك هاهاها هاي لا يا عيوني هذه قرفتي انا ما ابغى اشارك احد هذه الغرفة ابغى كل حالي تعالي شوف اللي اطلالة اللي بقولك عليها بسرعة تعالي يا زيزو واو من جد واو يا ماما والله هذه المرة اعرفت تختاري في هندق الله والله مرة من جد يهبل ماما خلينا انام معك اليوم بس وشوف السرير الحقك ماما خلينا نام اليوم معك بس عشان بكرة عمليتك اليوم بس خلينا انام صحيح على سالفة بكرة والله مسويت لك مفاجئة سوي فعالياتك بكرة رح نزور كل المحلات و رح تاخدي كل شي انت تبغي الله والله مرة متحمسان يا ماما البكرة اوه ماما والله مرة غرفتك حلوة الصراحة يا ماما اش رايك ماما نقل ببيتنا اللي هنا كلف برو كيف اني سويه زي هذا البيت والله خاطري مرة عجبني يا ماما تخيل لي بس اننا نعيش باللون الوردي مجنونة انتي والله ما انت صاحية يا ماما بالله يش باللون الوردي والله انه احلى لون مرة يجنن يا ماما اقولك خلينا من سالفة البيت هذه وخلينا مع الدكتور دي حين والله خايف لا يرح يخريب لي وجه زي هذا الدكتور اللي هنا ابوها عمل عملية تجميل مرة لها هذه المرة بغاها تكون رهيبة مدحولي هذا الدكتور ان شاء الله يكون شاطر انه نجي من برك هيفي للكويتينة عشان بس هذه العملية مددي والله يا ماما بس انا حسيني مرة متحمسة للدكتور احس من نعومة السرير ماني قادرة انام فيه مادري ليش مو قادرة انام على السرير مرة ناعم بزيادة لا 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 شكلي بقوم ما رح انام زيزو لا اكتر هرج خلاص ناعمي بكرة ورانا فعاليات من الصباح زيزو بنت يا زيزو قومي يلا يلا بسرعة طلع الصباح وانتي ديسة ناعمي يلا قومي بسرعة ورانا اليوم مشاوير مهمة قومي يلا باوديك السوق اليوم اللي وعدتك فيه سوق يلا 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 يا ماما انا جاهزة يلا يلا قلينا نروح السوق يلا اقوليك ادخل استحمي بسرعة وفرش اسنانك ونظفي نفسك ويلا رحقيني انا تحت قاعد ان تطرق بسرعة يا زيزو لا تتأخري اوكي يا ماما يا ماما هذا الباب كيف ينفتح ماني اعرف افتح الباب اوه خلاص فتح فتح الباب واو خلينا ادخل الحمام واو ايش هذا مر حماس شوفوا اديش حقهم كيف خطيئ واو اوه استرخاء يا ماما استرخاء بنت بلا استرخاء بلا استرخاء تحرك بسرعة بسرعة خلصوا يلا الحقيني انا برا بسرعة باستناكي يلا يا زيزو يلا يا ماما بقضى حاجة اجيكي يلا بسرعة يلا يلا خلينا خلي سرعة فطرتي ترى هنا مجايب لنا فطوف افطري وخلينا نطلع انا بااكل هذا الكوب كيك وانتي مدري عنك كلي انتي كمان يلا لا يا ماما ما ابغى خلينا نفطر برا يا ماما اليوم خلينا نفطر من الطريق اي حاجة ناخد لنا ونفطر هذه بس تصبيرة يا زيزو انا باكلها دحية بس بصبر نفسي بعدين ازلت داعك ازي جورد تكلت اذا ما جورد خلاص والله انتي كمان كليكي حاجة يا ماما والله هادي الشوكولاتات دحين ها تسمنك بعمل تصير دبا والله انا ما اعرف ولا مكان دحية رح امشي على اللوكاشن ما قدر رح يوديني الموقع هذا صحيح ولا لا انا ما ادري بس يلا خلينا روح نشوف كيف بالله والله جوا الكويت ومرت جنن الكويت بنفسها تجنن واهلا يجنن ونصلا يا ماما اش رأيك اليوم يوم كامل نتكلم باللهجة الكويتية لا ما عليش حبيبتي اخاف هالكويت يزعلوا مني لاني ما عارب اتكلم كويت انتي لو تموت تتكلم اتكلمي اتكلمي اقول لي جملة واحدة بس بالكويت ما تعرف الا ايه من صدت ومدرش ما تعرف خير هذه الاشياء الا والله يا ماما اعرف اعرف مجبوس الدجاج عندهم عندهم حاجات كمان ثانية الله يفشلك زيزو خلاص اسكت يا شيخة بضح تينا والله يا ماما تحتشان كويتي ترى اعرف اسفة يا اهل الكويت عشان زيزو ما تعرف تتكلم لا كويت ولا شيء بس قاعدة تخرب يا ماما انتي في ودت هنا ايش هذا المكان اصلا يا ماما انتي شبك قاعدة تمشي في هذا المكان ليش ما تمشي عالطريق يابلت الحيار الموبة اكيد خلاني اني امشي كذا انا مني عافى بنفسي فين داخل امشي يا ماما عالطريق ايو اطلعي عالطريق وامشي شبك ماشية كذا واخبط الطريق كله امشي ورا السيارات رح يوروك المكان اكيد وما كد قارجين كمان برا والله اني مره متوتر يا زيزو ايش يا خمادري ليش بني عافى فين اروح اوو لا لا شوفي تحمب الظاهر هنا اننا قربنا ايو شوف الموقع ده هن اشتغل معايا تمام الظاهر والله قربنا يزيزو قربنا ما بقي كثير يا ربي ايو ايو شوفي ماما هذه السيارة امشي وراها حس انها بيروح السوق يمكن بيروح امو كمان السوق امشي وراها مكيد رايحين امو كمان السوق زينا ترى هنا بس خلاص على اليسار وصلنا المكان ما يضيع المكان ولا الشيء انا بس مره ملخبطة ما عرفت الموقع وقعد امشي اول مرة نحنا نجح هذا المكان عشان كده ما انا نعارفين ولا شيء يا ماما هو على يمين محطة والله يا ماما شكلك ضيعتين لحين فان هتودينا يا ماما اصبر يزيزو لحين بنفسي قاعد ادور فان مني عارفة حين حصل المكان يا ربي انا بنفسي مني عارفة فان رايحة هو هنا اهو 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 هنا اليسار اتوقع ايوه اهو الحمد لله وصلنا الحمد لله والله مره تعب لو كان اخدنا وجرة يا ماما احسن من هذه المرمطة اللي سويناها كلها مشوار طويل على الفاضي زيزو تعال شوفي واو تعال اخري يلا لبس اسباحة بسرعة لانو بكرا رح نروح المسبح مع البنات يلا اختاري لك اللبس اللي انت تبغيه للسباحة خلاص ماما انا اخدت الازرق بحاسب يا ماما انت كمان يلا اخلي بسرعة اللي انت تبغيه يلا يا ماما اوكي يلا انا كمان دحن جاية رح اختاره هذا الضطع اللي انا باخده واجه يا ماما انا بشوف المكان اللي بعده بشوف اش فيه ابغاشوف ابا اكتشف بنفسي خلينا نشوف هذا المحل اللي هنا اشفي يا الله سياراتها مفخمة كل شي فخم في هذا المكان واو يا ماما الحقي الحقي هنا الملابس الحلوة واو 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 يلا يزيزو بسرعة تعالي خلاص انا بحاسب بسرعة يلا تحرركي خلينا نخلص بسرعة ورانا مكان ثاني كمان اوكي يا ماما بس بشوف هذا البنطلون والله شكله مرة حلو عجبني هذا الجنز يلا خلاص نيجي مرة ثانية ان شاء الله اكيد ماما صح اي اكيد رح نيجي يلا يلا بس بسرعة اماما io جاهزة للدكتور انت خلاص الا ليس Punch teeth والله النفسية جاهزة مرة مستعدة مرة متحمسة والله انا كمان يا ماما مرة متحمسة باشوف شغل الدكتور هذا ان شاء الله يلا يا ماما استودعتك الله ان شاء الله تصيرchodzi university العملية مرة حلوة مو زي هذه الاعملية الخربانة معه خاربانة مهي تمام اما يوجد شربانة يا ذيزو اسمها عملية موناجحة اسمها عملية موناجحة مو خربانة اللي يكون يا ماما المهم ان شاء الله العملية هذه تنجح وصير الشكل اللي انت تبغي ما عادري ليش انت تسوي عملية والله يا ماما انت جميلة اصلا ما يحتاج ابدا عملية ولا شيء يلا ماما انا انتظرك برا رح انتظرك هنا يا رب تنجح العملية يا رب تنجح العملية وتكون ناجحة يا رب مو عالفاضي بس ماما شكلها مرة تأخرت في العملية شكلها بنوقف كيلي خلاص يكفي مرة تأخرت ما طلعت للان من العملية نوقف ونكمل ان شاء الله في مقطع تاني